السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم نسان رحمة العبد من قناة الدروس العالمية اونلاين. ان شاء الله هنكمل مع بعض اللي احنا بدأناه. من شارح بحل كتاب جيم للصف الثالث العدادة. هناخد النهاردة يونتين الكامل. عشان نخلص سيبقى فضل لنا كده وحدتين. وكل واحدة هتبقى في فيديو. عشان نلحق نراجع ونحل المحافظات بالطريقة اللي اتميزنا بها الترميل اولاني. وعجبتكم كتير. وان شاء الله هنكمل محافظات اترمي ده بالكامل. وممكن تجزق الفيديو لو كان طويل بالنسبة لك على اكتر من الجزء. وخلي كل درسين مسلا مع بعض. ولكل الناس اللي بتسأل على جدول تنزيل الفيديوهات. نزلنا جدول على المنتدى بتاع القناة. وكمان على جروب بتاعة التعدادة دي. وقناة بتاعة التعدادة دي. والرابط موجودة في الوصف اسفل الفيديو. يلا بنا نبدأ مع اول حاجة لسونز وان ان تو. فهم كلمات. أسTRانوت. أسTRانوت. أسTRANOMER. أسTRANOMER. أ ignore. sup كم الار. أسbe beblor. أعطاء. إله été مو factor. University. graduate. Plans chance. gravity. Jets of Air. Jets of Air. Lens. Lens. glens. Orbit. Orbit. publish.ность. ساتيلايت ساتيلايت ساين ساين سولار سيستيم سولار سيستيم سول سول سبيس كرافت سبيس كرافت تيليسكوب تيليسكوب ويست ويست ناخد مفردات الطفية ايج ايج بليف بليف ايكوبمنت ايكوبمنت فلاات فلاات فلد فلد ماشين ماشين نيوزبيبر نيوزبيبر راويند راويند شير شير سبورتز ايفنت سبورتز ايفنت ناخد تشيكويند اربعة كلمات تلات كمل او الحاجة نمبر ون اخويا عايزول هنا اتخرج من الجامعة العام الماضي يبقى هنا كان اتخرج نمبر تو ده فوتبول وورلد كوب كأس العالم بكرة القدم يعتبر ايه طبعا ده حدث رياضي عظيم وكبير نمبر ثري اي نقط ميني فوتوز يبقى هنا اي شيرد انا شاركت يعني او شاركت زميلي صور كتير ناخد بعكذا السنونمز والانتونمز المرادف والمضاد اول حاجة حي او على قيد الحياة طبعا ديات صفة السنونم او الميننج المرادف فتاحة living والانتونم او العبزة عكسها did الواميد appear يظهر بتساوي come out وعكسهم disappear يختفي die يموت بتساوي pass away يموت وعكسهم live يعيش far away بعيد بتساوي يموت وعكسهم near او close قريب land يهبط بتساوي settle down يستكر وعكسهم leave او take يغادر او تقلع popular شائع ومحبوب بتساوي common شائع وعكسهم unpopular غير شاء وغير محبوب prepare يعد او يجهز بتساوي arrange او organize بعكسهم disarrange يعني يضع بشكل غير مرتب retire يتقاعد بتساوي stop working يتوقف عن العمل بعكسها continue working يستمر في العمل solution حل ساوي answer اجابة بعكسهم problem مشكلة language expressions التعبيرات اللووية اول حاجة come true يتحقق او يصبح حقيقيا ناسا الاربع حرف دول كل حرف اختصار لكلمة national aeronetics and space administration وكارت ناسا للملاحة الجوية الفضائي the international space station محط الفضاء الدولي make a discovery يقوم باكتشاف ناسا's technology transfer project مشروع ناسا لنقل تكنولوجيا organize a sports event تنظم حدثا رياضيا ال prepositions حرف القر by the end of قبل نهاية in space في الفضاء go into space يذهب الى الفضاء interested in مهتم بي look for يبحث عن on the surface of على سطح prepare for يستعدي لي revise for يراجع لي throw space عبر الفضاء work on a project يعمل على مشروع بعد كده check point جاب لأربع كلمات من الحرف قر وثلاث جمل number one my grandpa will not from his job next year he will be 60 جده عايزو لك هي تقاعد من وظفته العام القادم هي عنده 60 سنة يبهي هنا retire number two I am interested not languages so I always take courses أنا مهتم بي طبعا I am interested in دائما interest بيجمعها in مهتم بي مهتم باللغات ودائما باخد كورسات number three my plane takes not at seven طائرة بتاعتي كلمة take لم يجمعها off معناها تقلع الطائرة تقلع الساعة السابعة تصرفات العفعال غير منتظمة dream of dreamt dreamt fly flew flown بعد كده vocabulary builder اول حاجة في التعريفات definitions assistant معناها مساعد وممكن في بعض الحين بتقلع معناها بائع somebody who helps a person do their job شخص بيساعد شخص آخر في أداء وظيفته astronaut رائد فضاء a person who travels into space الشخص اللي بيسافر الفضاء astronomer علم فلك a person who studies stars and planets شخص بيدرس النجوم والكواكب gravity رجاذبية a force which attracts things or people to the center of the earth يعني قوة بتجذب الأشياء والأشخاص لمركز الأرض lens عدسة وطبعا جمعها lenses a piece of glass قطعة من الزجاج used in cameras تستخدم في الكاميرات or on glasses أو النظارات that can make things look bigger or smaller خلي الأشياء أجبر أو أصغر orbit يدور ممكن نقول في المدر ثابت move around a star or planet يعني بيدور هول نجم أو كوكب researcher باحث a person who studies something carefully شخص بيدرس شيء ما بحرص وعناية أماشين بعد كاكمة الساطولات الأول كمر صناعي أماشين that goes around the earth يعني آلة تدور حول الأرض to send or collect information ترسل أو تجمع معلومات solar system النظام الشمسي all the planets كل الكواكب and their moons والأقمر بتاعتها الأقمر التابعة لها يعني which go around the sun تدور حول الشمس solution حل a way to deal with or answer a puzzle or question طريقة للتعامل أو الرد على للغاز والأسئلة space station محطة فضاء يعني عايزوا لك قمر صناعي كبير جدا بيدور حول الأرض حيث أسرونوتس لمروض الفضاء بيقدروا يعيشوا ويعملوا في المكان ده ليه المحطة الفضائية زي المحطة الفضائية الدولية مثلا مركبة فضائية أحد المركبات أو وسائل المواصلات بتسافر عبر الفضاء تيليسكوب أو منظر ممكن أحد المعدات تجعل الأشياء اللي بعيدة جدا يعني يبدو أنها أقرب ناخد بها كده صافيكس اللاحقة كلمة assist معناها يساعد طبعا هنا اللي لما ضف لها في آخرها a in t أصبحت أو حولنا الفعل اللي هو assist إلى اسم فاعل assistant مساعد هي تنافس لما ضف لها i t i o in بحاول الفعل compete إلى اسم competition منافسة أو مصابق invent يخترع لما ضف لها or بحاول فعل الاسم فاعل بقت inventor مخترع italy 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 إطاليا ضف لها i a in حولنا الاسم الصفة أو الاسم تاني italian إيطالي licature محاضرة لما ضف لها er حولنا الاسم أو الفعل الاسم فاعل بقت licature محاضر نفس الكلام research يبحث researcher باحث nation أمة لما ضفها al حولنا الاسم الصفة بقت national قومي أو وطني successful ناجح أو متفوق لما ضف لها الواي حولنا الصفة الحال بنجاح نقوم بعكده language news ملاحظات لغوية the first second last توزيد المصدر معناها ديت الأعداد الترتيبية الأول الثاني الأخير بجرام طول مصدر nil armstrong was the first astronaut to walk on the moon nil armstrong كان أول رائعي الفضاء يمشي على القمر as will as معناها بالإضافة إلى بجراء اسم as will as being an astronaut بالإضافة إلى أنها رائعية الفضاء she has been working as a researcher هي بتعمل كباحثة الحوزة الثالثة alive حي أو على قيد الحياة بتطع من الصفات التي لا يأتي بعدها اسم ولا يأتي قبلها ظرف الدرجة مثل she doesn't know if he is alive or dead هي مش عارفة لو كان هو حي على قيد الحياة أو ميت graduate in بقراءة تخصص أو from ومكان التخرج مثلا أيمن graduated in engineering from aswan university أيمن تخرج من الهندسة أو تخرج في تخصص الهندسة من جمعة أصوات يبقى graduate in وراها التخصص اللي تخرج فيه graduate from وراها المكان بتاع التخرج ناخد بعكده reading and listening skills مهارة الاسماء والقراءة أول حاجة بيكلمنا على شخصية اسمها أيمن رجب prize winning Egyptian helps NASA الفائز المصري بجائزة بيساعد NASA for many years بل هنا لسنوات عديدة NASA has been trying to understand what it can do with the rubbish that space journeys produce لسنوات عديدة وكالة ناس الفضائية بتحاول تفهم كيفية أو زي يعني إيه اللي ممكن تعمله مع الكمامة اللي موجودة طبعا الرحلات الفضائية أو الرحلات الفضائية بتنتجها حتى الفضاء بقى في زبالة كمان scientists have been looking for ways to solve the problem of rubbish العلماء بينظرهم في طرق لحل المشكلة بتاعته اللي الكمامة astronauts رواد الفضاء use a lot of plastic paper and other waste رواد الفضاء بيستخدمهم طبعا هنا البلاستيك paper الوراء and other waste ومخلفات أخرى on their journeys to space في رحلتهم إلى الفضاء this can be a real problem ده ممكن يبقى مشكلة حققية so لذلك NASA started a competition NASA بدأت مسابة asking the world's best scientists to try and find a solution وتطلب من العلماء أو أفضل العلماء في العالم يحاولهم يجدوا محل المشكلة دي آيمن رجب is an Egyptian scientist آيمن رجب أحد العلماء المصريين who has always been interested in space science ومتم دائما به بعلوم الفضاء in 2019 سنة 2019 he entered NASA's competition and he came second دخل مسابة ناس وكالة ناس الفضاء يعني وطلع أو حصل على المركز الثاني آيمن اقترح استخدام طيارات الهواء to make the waste smaller عشان يخلي القمامة أصغر في الحجم and then ومن ثم help to recycle it يساعد في إعادة تدورها آيمن is from the village of الدبيبة near Luxor آيمن من قرية اسمها قرية الدبيبة بالقرب من Luxor and he graduated in engineering from Aswan University اتخرق من جمعة Aswan أو اتخرق في تخصص هندسة من جمعة Aswan He has worked as a teaching assistant اشتغل مساعد مدرس at the same university في نفس الجمعة and now works as a researcher دلوقت شغال كباحث for a university in Finland لجمعة فينلندا Since he won his prize من ساعة ما فاز بالجزة بتاعته He has worked on NASA's technology transfer project بيعمل لمشروع NASA لنقل التكنولوجيا which looks at how to use the latest technology in space الموضوع المشروع ده يعني بينظر فيه كيفية استخدام احدث وسائل التكنولوجيا الحديثة في الفضاء And he has recently found ways to save energy when there is little gravity وطبعا مؤخرا اكتشف طرق ازاي نوفر الطاقة لما يكون عندنا جاذبية اقل بعد كده exploring space استكشاف الفضاء past and present في الماضي والحاضر اول حاجة The first astronomers اول رواد فضاء The stars and the planets have always been important to us النجوم الكواكب دائما مهمة لنا In ancient times في الاوقات او في العصور القديمة People knew what time of year it was by looking at where the stars were in the sky الناس كانت بتعرف السنة او الوقت بتاع السنة عن طريق النظر الى النجوم الموجودة في السماء The ancient Egyptians discovered that اللي هما المصرين القدماء اكتشفوا ان ايه A star called Sirius appeared in the sky وقدوا ان فيه نجم بيظهر في السماء just before the nile flooded قبل نهر النيل ما يفيد بالماء يعني قبل الفيضان بيظهر النهر ثم بيظهر النجم في السماء فهم يعلمهم ايه فيضهر النهر بيظهر النجم ده Early ideas about the sun and the earth كان فيه افكار اولية خاصة بالارض والشمس An astronomer from the 2nd century في عالم من القرن الثاني called بتولمي كان اسمه بتولمي او بتلايموس زيان كان بقى believed that بيوم بقى the sun orbited the earth in الشمس تدور حول الأرض It was a popular idea that people believed for many centuries كان فكرة شائعة بين الناس صدقها او مقتنعين بها لعدة قرون Islamic astronomers in the 11th and 13th centuries العلماء المسلمين بتوع الفلك من القرن 11 لقرن 13 centuries thought that the idea might be wrong كانوا بيعتقدهم ان الفكرة خاطئة A new idea فكرة جديدة in 1532 1532 بداية القرن 16 the astronomer Nicholas كوبرنيكوس showed that احد العلماء اسمه Nicholas يعني بيين ان ايبة the earth orbited the sun ان الارض هي اللي بتدور حول الشمس but he hadn't published his ideas until just before he died لكنه لم يعلن ولم يقم بازدار او اظهر يعني ما نشرشي الافقار بتاعته الا فقط قبل ايه قبل ما يموت كوبرنيكوس hadn't wanted people to know about his ideas ما كانش عايز يعرف الناس يعرف عن افكاره ليه بقى while he was alive بينما كان على قيد الحياة because he knew they would they would be unpopular لان عارف ان الفكرة ديت لم تكون محبوبة لدى الناس مش هيقبلوها يعني الفكرة الرابعة the various telescopes اول telescope فضائي before the beginning of the 17th century قبل بداية القرن 17 astronomers had only studied space with their own ideas العلماء متع الفلك كانوا فقط بيدرسهم الالفضاء بعينهم المجردة then ثم in 1608 سنة 1608 the telescope was invented تم اختراع telescope اول منظار the italian astronomer Galileo improved the design وبعد كده العالم الفلك الايطالي جالليو قام بتحديث وتحسين التصميم بتاعة التليسكوب he made the lenses stronger جعل العدسات بتاعته اقوى so that he could study the planets in our solar system فبالتالي ولذلك او لكي يستطيع انه يدرس الكواكب الموجودة في المجموعة الشمسية بتاعتنا او نظام الشمسي اخر فقرة modern discoveries اكتشفت حديثة العصر الحديث يعتبر وقت رائع لليه اكتشفات الفضاء we can see objects هممكن نشوف الاشياء that are far away in space اللي هي بعيدة جدا في الفضاء and look for life وكمان نبحث على حياة اخرى على الكواكب الاخرى يطرف رائعك ايه الاكتشافات اللي ممكن نعملها في المستقبل ناخد باع كده السئلة على هنحل مع بعض تقريبا حوالي سبت واشر سؤال وزي ما احنا متعودين قبل كده وقف الفيديو ذاكر الجزء اللي فات كويس جدا حل الاسئلة دي لواحدك بعد كده اشغل الفيديو تاني عشان تعرف اجابتك صح والغلط وعشان تعرف السبب بتاع الحل وطمنا على مستواك واكتب لنا في التعليقات جبت كام من ستاشر في كلمات الدرس الاول والتاني في الواحدة العشرة وخلي بالك تفعلك معنا بيشجعنا عشان استمر ويا سلام لو عملت كمان لايك للفيديو يبقى قطر الف شيرك نبدأ مع اول سؤال سؤال زي ما احنا متعودين والناس حافظت ازاي نحل السؤال ده الناس المتابعنا طبعا من زمان اول حاجة بنقرأ الكلمات اللي موجودة في الليستها هتلاقيهم بست كلمات لما تقرأ الفقرة هتلاقي فيها اربع فراغات يبقى عندك كلمتين زيادة النقطة التانية في نقطة من الاربع فراغات دول خاصة بالجرامر فخلي بالك وانت بتحل فعشان احل صح بقرأ الكلمات افهم معناها اقرأ الفقرة مرة ودنين وثلاثة لما افهمها كويس بعد كده ابدأ احل ولو عندي مشكلة في اول نقطة بسيبها للاخر هتبقى سهلة ان شاء الله طبعا عالم المصري اي من رجب يعتبر طبعا باحث مصري في الفضاء موجود دلوقتي في فنلندا تخرج مع مرتبة الشرف من جمعة ايه او من كلية ايه كلية الهندسة engineering ات اسوان يونيفرسي في جمعة اسوان he worked as a teaching assistant كان بيعمل كمساعد مدرس at the same university في نفس الجمعة until 2019 حتى سنة 2019 he entered ناسا هو اشترك في ايه خاص بناسا competition مسابقة he has recently found ways to energy when there is little gravity وطبعا مؤخرا اكتشف طريقة لأيه عشان نوفر الطاقة بتاعتنا لم يبقى فيه جاذبية اقل ناخد بعكها سؤالة choose number one and what is something people use to see things that are far away شيء الناس بتستخدموا عشان ترى اشياء بعيدة جدا يبقى هنا telescope لطربي number two to get the noun from the verb compete add the suffix عشان نجيب اللي ايه الفعل او الاسم من الفعل compete بنضف لكلمة compete هنضف لها i-t-i-o-n عشان تبقى competition المسابقة number three we add the prefix to get the opposite of the word popular هنضف حرف ايه عشان نجيب عكس كلمة popular هنضف you in تبقى unpopular غير محبوب او غير مشهور number four my grandfather wants to from his job and travel around the world طبعا هنا جده كان عاوز يعمل ايه من وظيفته يسافر خارج او للخارج او يسافر حول العالم يبقى او عايز هنا يبقى retire يتقعد او يستقيل number five the acronym of the word near is مضاد كلمة near معنى قريب يبقى عكسها remote بعيد number six a or an is somebody who helps a person do their job شخص بيساعد شخص اخر في وظيفته او في القيام بالمهام المكلفة لي يبقى هنا assistant اللي هو المساعد number seven there are eight planets in our فيه تمن كواكب in our in our solar system النظام الشمسي number eight the earth orbits the sun الارض بتدور في المدار ثابت حولين الشمس the verb orbits means to كلمة orbit معنى ايه طبعا معناها to move around يعني يدور حوله number nine a not is a machine in space دي ألف الفضاء that goes around the earth بتدور حولي الارض وانا بكلم على ايه يبقى هنا satellite لو قمر الصناعي number ten not is a force دية قوة which attracts things بتجذب الأشياء or people أو الناس to the center of the earth إلى مركز الأرض يبقى هنا gravity للجاذبية number eleven his great grandfather هنا طبعا great grandfather يعني والد الجد is still alive على قيد الحياة the antonym of alive is مدد كلمة alive طبعا alive يعني على قيد الحياة بعكسها دد ميت أو متوفى number twelve there is a lot of rain it's going too soon يوجد الكثير من الأمطار وطبعا الجوء كده هيبدأ يمطر أو يفيد it's going too flood soon هيحصل فيضان قريبا ناخد بعا كده الجزء الخاص بgrammar زمن المضارع التام the present perfect tense زمن المضارع التام بنستخدمه عشان نتكلم على تجارب في الماضي دون إعطاء وقت محدد يعني مفعش يقولي yesterday last week last night مثلا Iman Rageb has always been interested in science Iman Rageb دايما مهتم بالعلوم we have traveled to many cities around the world إحنا سافرنا لبلاد عديدة حول العالم أنا كده ما حددتش الوقت عشان كده تزامن مضارع التام طب أنا حددت الوقت هيبقى ماضي بسيط مش مضارع التام بيتكون المضارع التام من هاز أو هاف والتصريف التالي وطبعا عارفيني كلمة هاز بتاخد هي وشي وإيه تا أو اسم مفرد بعد كده هاف بتاخد أو اسم جمع مثلا سمر راتبت حجرتها أميرة لم تقم بغسل السيارة أنا قمت مشاهد التلفاز أنا ما عملتش الواجد فيه زي أي زمن طبعا كل زمن ليه كلمات بتدل عليه الكيوردز الكلمات الدل على زمن من درعة التام كلمة already ever كل زمن بيبقى ليه كلمات بتدل عليه كلمة already بالفعل ever من قبل just حالا أو توا never أبدا yet بعد أو حتى الآن lately مؤخرا recently حديثا for لمدة زمنية since منذ this ويجعرها وقت معين today اليوم لو عاوز أسأل سؤال بيبدأ بفعل مساعد على المدرعة التام أنا كنت بقول في الجملة فاعل have أو has تصريف ثالث هعكس الخطوطين الأولينيين يبقى have أو has فاعل تصريف ثالث يبقى هل مثلا has he read the book yet ألم يقرأ الكتاب حتى الآن ورد عليه أقول له yes he has لأ ده هو قرأه no he hasn't لم يقرأه have they eaten lunch هل هم تناولوا الغداء yes they have أو no they haven't لو هسأل بأدات استفهام نفس التكوين ده لكن هسأل أدات استفهام يبقى أدات استفهام أو كلمة استفهام has أو have فاعل تصريف ثالث يبقى هل يكلم بي what have you done since six o'clock إيه اللي انت عملته منذ الساعة السادسة رد عليه قال له I have watched TV since six o'clock أنا بفرج على التلفز من الساعة ستة أبي كلم بي where has he been هو كان فين رد عليه قال له he has been at school هو كان في المدرسة زمن كمان زمن المدارع التام المستمر مدارع التام مستمر إذن بتكلم على شيء بدأ في الماضي وماذا لا يحدث يبقى المدارع التام اللي فات كان حدث تم في الماضي دون تحديد وقت حدوثه لكن هنا حدث بدأ في الماضي ولسه بيحصل لما قول we have been playing computer games for two hours now احنا بنلعب computer بقالنا ساعتين دلوقتي يعني بدأهم ولسه بيلعبهم حتى جاب وراء مدة زمنية وجاب now كمان المدارع التام ما استخدمه عشان أعبر عن سبب المدارع التام المستمر عبر عن سبب لنتيجة فعل شيء لما أقول i'm tired as as هنا معناها لأن أنا متعب لأن i have been working all day أنا شغل طول اليوم يبقى ده سبب نتيجة الفعل شيء حاجة حصلت ولها الأسر قدامك ظهر قدامك دلوقتي طول اليوم طب تكوين المدارع التام المستمر طبعا هبدأ بالفاعل أو الضمير has أو have been فعل في وطبعا هاز بتاخد ايه هي شيء أو اسم وفرط وهف بتاخد ايو وزي أو اسم جمع بيجوارهم have been مثلا he has been studying for two hours هو بيزاكر بقاله ساعتين ولسه مستمر أميرة hasn't been watching all evening أميرة لم تكن بالغسيل طول المساء I have been watching TV all night أنا بتصرق على تلفاز طول الليل من تفاشل بعد كده I haven't been sleeping for too long أنا لم أنام لفترة طويلة جدا أكثر من اللازم فيه طبعا كلمات بتدل على مدارع التمر بيقول لك نفس الكلمات السابقة وبالخص الكلمات اللي بتدل على استمرار فترة من الوقت زي هتلاقي مشتركة في الزمنين لأن بيجوارها مدة زمنية محددة أو غير محددة ورحبت بقى كلمة كلمة now يبقى ده مدارع تام مستمر since بيجوارها بداية الفترة الزمنية بتحدث الفعل all بيجوارها فترة زمنية زي مثلا all day all night all week وكمان بسأل عليه بhow long كم المدة لو هسأل بفعل مساعد هجب الأول has أو have فاعل been وفعل في energy وخلي بالك أي زمن مستمر بناخده تكوينه يبقى في energy يبقى مضارع تام مستمر يبقى في energy مثلا has he been reading the book all night رد عليه قال له يا سيهات هل هو مستمر في قراءة الكتاب طول الليل قال له أيوة مثل تاني هل هو ما بيعملوا تسوق للغداء لفترة طويلة رد عليه قال له no they haven't لو هسأل بأدات تستفهم أجب أدات للتستفهم الأول أجب has أو have أجب فاعل been فعل في energy مثلا يبي يكلم بي بيقول له what have you been doing since six o'clock إلي انت كنت بعمله منذ الساعة السادسة كنت بتعمل لهم الساعة ست قال له I have been watching since six o'clock أنا بترجع تلفز من الساعة السادسة ملحوظة هام هنا يقول لك لا يجب أو يجب مرعاة عدم استخدام يعني بمن استخدمش المدارع التام المستمر لكن بيستخدم مكان ومدارع التام العادي مع أفعال لا تستغرق وقت في الحدوث زي ايه حلمات حق كلمة هنا مش ينفع عجبها في الاستمرار عشان كده يجيب مدارع التام بس ما يجيبش مدارع التام مستمر كمان في أفعال اسمها أفعال الحالة الثبات وأفعال دلع الملكية والمعرفة الكينونة أفعال الحواس والمشاعر بصفحة يعني مثلا أنا عارف مستمر سيد من ثلاث سنين كلمة نوع يعرف من أفعال الإدراك ما ينفع شي أضفلها اي نجي مثال تاني أنا بامتلك السيارة ديت من سنة 2010 كلمة هاد اللي هي التانية ديت التصريف تالت من هاب اللي هي معناها يامتلك وأفعال الامتلاك ما ينفعش أضفلها برضو وفي الآخر أنا لم أبيع سارة حتى الآن كمان ما بجيبش مدرع التام مستمر مع ذكر عدد مرات حدوث الفعل يعني إيه لما أقول بابا ذال روما ثلاث مرات بدل حددلي عدد مرات حدوث الفعل ما أجيبش مدرع التام مستمر أجي مدرع التام بس ناخد كمان زمن اسمه زمن الماضي التام الماضي التام بيعبر عن وقوع حدث قبل حدث آخر في الماضي يبقى أنت عندك كم حدث اتنين واحد فيهم حصل قبل الحدث التاني يبقى يوجد حدث أول زي ما قلت لك هوت ده بيبقى الحدث أول بيبقى ماضي تام طب والحدث التاني الحدث الأول هيبقى ماضي تام والحدث التاني هيبقى ماضي بسيط يبقى عندك كم حدث اتنين واحد فيهم اللي هو حصل الأول ماضي تام والحدث التاني ماضي بسيط. تمام? مثلا خدنا تاكسي عشان نروح بالشاطر لان القطار بالفعل غادر ومشي. ايه اللي حصل اول اللي اطري فاتنا ومشي? عشان كده احنا رحنا خدنا ايه? تاكسي رحنا بالشاطر. من الجملة ديت اطلع بتكوين زمن المطرع التام او الماضي التام. تكوين الماضي التام هيبقى فاعل ايان كان الفاعل مفرد او جامع. هاد او هادنت زي التصريف التالي. ناخد مثال. هي نشرت اول قصيدة لها قبل ما يبقى عندها ثمان سنين. خليبك من كلمة باي زي طايم ودية الرابط هنكلم على دلوقتي. جي بعدها حدث تاني. وقبلها حدث اول. لان هي قبل ما توصل ثمان سنين كانت نشرت اول قصيدة لها. عرفنا يعني حدثين واحد اول حصل قبل التاني يعني. الحدث اللي حصل الاول ده بدون عليه الحدث الاقدم في الحدود. يعني حصل الاول. الحدث التاني هو الاحدث. مثلا. هو لم يقم بنشر افكاره. حتى جاست بيفور هي ضايد. فقط قبل ان يموت. يبقى ضايد ده الحدث التاني نهو مات لكن قبل ما يموت نشر او لم يقم بنشر الافكار بتاعته. بنستخدم الماضي التام للتعبير عن شيء حدث قبل حدث اخر في الماضي. زي ما قلنا. my new job wasn't exactly what i had expected. الوظيفة جديدة بتاعتي لم تكن كما كنت انا متوقع. كمان الماضي التام بستخدمه للتعبير عن شيء حدث قبل وقت معين. يبقى حدث قبل حدث اخر او حدث قبل وقت معين في الماضي. مثلا. قبل بداية القرن السبعة عشر. علماء الفلك كانوا فقط بيدرسوا الفضاء بعينهم المجردة. ما كانش فيه تلسكو بلس. كمان بستخدم الماضي التام عند تبليغ او تقرير شيء حدث في الماضي. لما اقول هو قال هو اشترى سيارة جديدة الاسبوع الماضي. هي بجيبت هنا ماضي تام. لو هاسأل على الماضي التام طبعا بجيب الاول بعد كده فاعل تصريف تالي. بمعنى هل هل انت زرت لندن عندما انتقلت هناك? لو هاسأل بعدها تستفهم زي التكوين اللي فات زي معنا متعودين واضف له كلمة استفهم. ماذا قمت بفعله قبل ان اصل. وكل زمن ليه كلمة دل عليه? زي كلمة باي اجيب وراها وقت في الماضي. يعني بحلول. بحلول الوقت او قبله. 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 افتر بعده. انتل او تل حتى. اثن اثن بمجرد ان. لأنه. وين عندما. قلي بالك بعض الملحوظات. بيكوز دي رابط دي بيجي معها ماضي تام ماضي تام. جملة بيكوز معروف ان وراها السبب وقبلها النتيجة. يبقى النتيجة ماضي بسيط والسبب ماضي تام. النتيجة ماضي بسيط والسبب ماضي تام. مثلا ماجد كان جوعان. لانه لم يتناول الغداء. ايه اللي خلها جعان ان هو ما تناولش الغداء. اذا لم يتناول الغداء ده حدث حدث اول. وان هو اصبح جعان ده حدث التاني. خلي بالك بعضين الاتنين بحرف البي زي بعض. بيجي وراهم ماضي. بسيط لو الحدث التاني وبعد كده ماضي تام حدث اول. يبقى وراها جملتين. مثلا. بايزة تام. ماي بيرانت سليفت هوم. قبل ما الولدن بتوعي غدروا المنزل. they had closed all tabs. افلهم كل الحنفيات. لو جد بيفور وبايزة تام في النص. برضو وراها ماضي بسيط لو الحدث التاني. يبقى الحدث الاول هيجئ قبلها. يبقى كده كده بيفور وبايزة تام وراها حدث تاني لو ماضي بسيط. she had cooked lunch before her husband arrived. قام بطهي الغداء قبل ما زوجها يصل. after or as soon as. اللي اتنين بدئين بحرف الايه عشان تعلمهم. زي بعض في القاعدة. بيجي وراهم حدث اول ماضي تام. وبقى كده حدث ثاني ماضي بسيط. مثلا. after my mom had heared the news. بعد ما ماما سمت الاخبار. she found me. اتصلت بيا. يبقى سمت الاخبار الاول. بقى كده كلمتني واتصلت بيها بتليفون. لو جد افتر. في نص جملتين. برضو وراها ماضي تام. حدث اول وقبلها. ماضي بسيط. يبقى القاعدة بتاعت افتر واس سناز. عكس قادة في ترتيب الحدوث. مثلا. اختي ساعدت ماما في المطبخ. بعد ما نضافت الغرفة بتاعت. ازانها قامت بتنزيق غرفة الاول. وكان ساعدت مين ساعدت مامت. لا تعامل خاص شوية. فيها جزء مشابه لكلمة لان بيجوارها حدث اول. لكن لا حاجة خاصة بها. اني بيجاب لها حدث ماضي او حدث تاني. اللي هو ماضي ايه? ماضي بسيط منفي. غالبا منفي. مثلا. انا لم اقوم بلعب. العاب الكمبيوتر حتى قمت بالانتهام للواجب بتاعي. ازان انا خلصت الواجب الاول. وبعد كده لعبت العاب الكمبيوتر. نقدرنا دل الوقت ما حل اسالها الجزء الخاص بجرامر. مضرع التام ومضرع التام وسامر والماضي التام. اول حاجة نمبر اول. اول حاجة عندك حتى وحنا لها قائدة خاصة بيها بيجي بعدها ماضي تام زي ما قبل دلوقتي وقبلها قلت لك ماضي بسيط وقلت لك اكتب غالبا من في عشان المعنى. يعني ممكن يبقى مثبت ممكن بس المعنى هو اللي بيفصل بيننا. ازان هو سافر حتى امنها العمل بتاعه. لا ما يمش منطقية. ازان هو لم يسافر. يبقى انا هجبها من فيه. يبقى هنا يبقى didn't. تمام? didn't ايه? travel. لان هنا ما بهم فيها بجيب مصدر بعد didn't. نمبر او. لينا افضل حجرة في الفندوق. لانها كانت موجودة في المكان ده قبل كده. جاب لي بين ده ده الصريف تالت. وجاب لي هنا بيكوز. قلنا بيكوز بيجرها السبب وقاب لها نتيجة. النتيجة بتبقى مضة بسيط. والسبب ماضي تام يبقى هنا هاد. تمام? نمبر ثري. هو تناور الغداء او العشاء. بعد ايه? مرتب حجرته. هو جايب هاد في الاول. او بعد تقول لي ده ماضي تام. لا ده مضة بس. اصلاها هاد بس. ازان بعدها هجيب ماضي تام يلوها بيكون من ايه? من هاد والتصريف التالت يبقى هنا هاد. بعد كده تمام. نمبر فور. بعد ما كتبت الايميل ارسلته. ازان هي عملت الاول كتبت الايميل. يبقى الحدث الاول بيبقى ماضي تام. يبقى هاد. وبعد كده تمام. نمبر فايم. المنزل المتاسخ. وما لم يقوم. تنظيفه لفترة طويلة. ازان هنا ده حدث تم فين? في الماضي عشان بقولي المنزل كان. بدل الاثر في الماضي يبقى انا اجيب ماضي تام. ما اجيبش مضارع تام. عشان في ناس ممكن تولي ايه مستر انا ممكن اجيب مضارع تام. هاف لا. هنا ماضي تام بس هيبقى منفي لاني جاب لي بينكو سين نوت. يبقى هاد انت. طبعا تصريف التالت ايه? نمبر سيكس. جده عمره ابدا ما قاد سيارة. مساش سيارة قبل كده. طبعا هاد هاز. بيجي بعدها تصريف تالت يبقى هنا تمام. ما فيش عنده اي خبرة سابقة بالموضوع ده. نمبر سابن. الخبراء الخبراء هاف بين ترايد. بيحاول يحلو المشكلة ديت مشكلة ايه? الاحتباس الحراري. ازا هنا هاف بين. احنا قلنا ده مضارع ايه? مضارع تام مستمر. لاني مشان في عقول ترايد زي ما هي هتبقى ترايينج. ما يبقى العلماء الخبراء بيبزلهم او بيحاولوا يحلو المشكلة بتاعت الاحتباس الحراري. نمبر ايت. الم ينتهوا من المشروع الفني بتاعهم حتى الان. كلمة يت علامة من علامات المضارع التام. المضارع التام بيبقى هاز او هاف والتصريف التالت. وفي صيغة السؤال بيبقى هاز او هاف في الاول. وبعد كده تصريف تالت كلمة دي بتاخد ايه? برافو. بتاخد هاف. يبقى اول حاجة اللي تشكبتل طبعا. يبقى هنا هاف. تمام. نمبر نين. بعد ما جمعنا كل المعلومات الضرورية. قمنا بعمل البحث. بيجي وراء الحدث الاول. يبقى هاد. وبعد كده تصريف تالت. يبقى كولكتد. تمام. نمبر تن. ايه بيكلم بي? ليه شعرك مبلد. احنا كنا بنسبح في البحر. خلي بالك. لما قالوا ليه شعرك مبلل. هو شايف الاثر قدامه في المدارع. يبقى عندي هنا مدارع تام. يبقى هاف. طبعا لا مش سوام بقى. تبقى سوام. ليه? لان سوام سوام. يبقى خلي بالك من تصريفات الافعال. نمبر الافن. what have you doing during all these hours? all جمعها مدة زمنية. يبقى انا هجيب مدارع تام مستمر. يبقى انا هجيب بعد هاف هنا بين بعد you. وdoing زي ما هي فيها ing. يبقى هنا اكتب بين. تمام. نمبر تول. لم اكن برسال التقرير until I revised it. حتى كنت مبراجعته. اذا انا رجعت الاول. ده الحدث الاول بيجي بعد until. يبقى هاد. والتصريف التالت تبقى ايه? تمام. نمبر سرتين. before I had project my teeth I went to bed. قبل مخسل اسناني. روحتي انام. طب ازاي ما المعنى من غلط كان مش صح. ينفروض اقول ايه? بعد ما غسلت اسناني. يبقى الرابط هو اللي غلط هن. يبقى نكتب ايه? تمام. لان حتى جاورها مضي تام حدث اول. نمبر فورتين. بعد ما فزوا بالماتش. احتفلوا. خلي بالك. فرقم اربعة عشر هنا اللي بقول افتر. يبقى عايز ماضي تام. يبقى هنا. الماضي تام بيكون ايه? هاد. والتصريف التالت. تصريفات الافعال مهمة جدا. نمبر ففتين. ايه ما قالتش طبعا. ايه? الخضرات بتاعتها لعدة ايه ايام. يبقى هازنت وجاب له اي ان جي. لتكوين المدرعة التامة المستمر. يبقى هنا بين. نمبر سكستين. قبل وفاته. المؤلف ببليش. يعني نشر اخر مجموعة ليه من القصص القصيرة. ازا هنا نشر الاول وبعد كده توفى. يبقى المفروض ماضي تام. يبقى بعد كده تمام. دي نده الحدث الاول. نمبر سبنتين. هل سبق لك قبل كده طيارة طيارة ورقية في الحديقة? انا بكلم ها فيو ايفر يبقى نعاوز تصريف تالت. اللي مش حافظ تصريفات هالغلط. دي مهمة جدا الحتة دي. فلون. اني فلاي. فلو فلون. نمبر ايتين. باي the time we arrived at the party. قبل ما نوصل. اللي ايه الحفلة? they serve the cake. كانوا اقدمهم الكيكة. يعني خلاص مش هتراف تاكل معهم كيكة. يبقى هنا. يبقى هاد. تمام. يبقى الكيك اقدموه امتى? قدموه قبل ما نوصل. ازن الحدث لو اقدموا الكيك. الحدث تاني انا وصلت الحفلة هيب انا مكلتش. يبقى هاد. نمبر ناينتين. he has run around the garden for an hour now. خلي بالك. ايه مصر طب ما يا صح. ما انا هاز هاجيب معها تصريف تلت رن. طب ما تكمل بجقولك فور ومدة زمنية وناو. لما ديت تيجي لك في الجملة فور ومدة زمنية وناو. اعرف ان ده مضارع تام مستمر. فاكرين بكم ايه? برافو. هاز بين والفعل فيه اي اي جي. يبقى انا هكتب هنا الاول كلمة بين عشان اكمل الزمن بتاعي. وبعد كده كلمة وحط لها ايه? اي ان جي. طبعا بضع في الحرف الاخير دبل ان. نمبر بعد صارة ما قامت بعمل التسوق. قامت بطاهي الغداء. ده حدث اول يبقى هاد. وبعد كده همام. بعد كده ازاي تكتب سيرة زاتية لشخص. كلمنا عليها قبل كده ونقولها تاني برضو. الاول بطول من الشخص ده امتى? اه واين اتولد? لو متأكد من المكان. مش متأكد ما تكتبوهش. ماذا يعمل? شغال ايه? ماذا يدرس? او درس ايه? انجازاته ايه? وتوفى امتى لو كانت توفى? دي حاجات اساسية في كل موضوع سيرة زاتية. وممكن تكتب حاجات كمان من عندك لا علاقة بالموضوع. الموضوع جايب لك جايزة هوت عامل سيرة زاتية عن اي من رجب? اللي كان بساعد وكالة ناس الفضائية في التخلص من الفضلات اللي موجودة في في الفضاء. خد منه افكار. اكتب اسلوبك. وراعي الحاجات تلقيت عليه قبل كده. مسافة بين الكلمات. او الحرف من جملة كابتل. اخر جملة فيه فلسطوب. ما تغلطش في سبيلنج وجراما. ركز فهم او ورجحهم كويس. ما تشطبش. خلي موضوعك شكله جميل بيبع ليه درجات. ناخد بقى كده اول سؤال عندنا سؤال الديالوج. والناس اللي متابعنا من زمان حفظنا خطوات حل السؤال ده. اول خطوة بكتب كده على اليمين كده خمس خطوات. ادات استفهام. فعل مساعد. فاعل. فعل اس تكمل. الخطوة التانية. برافو. اقرأ العنوان بتاع الديالوج عشان اعرف الديالوج بيكلم على ايه? اروى وزينا بيكلموا على ايه? على خبراتهم الحياتية. الخطوة التالتة بقرأ الديالوج بالكامل من غير محل ولا كلمة ليه? عشان اعرف التفاصيل بتاع الحوار. الخطوة الرابعة. ابدأ اقرأه كمان مرة. وابدأ احل سؤال وايجاب. اورا بتقول لي زينا ايه? ايه افضل شيء حصل لك? احسن حاجة حصلت لي ان انا جبت ايه? يعني كلب صغير كده بابي. كلب صغير ايه? يعني جديد يعني. وراحت زينا سهلة سؤال. فاروالت لها لا ده لانا ما عنديش اي حيوانات اليف. فهي ممكن تقول لها هل عندك حيوانات اليفة? اسهل سؤال زي ما قلنا قبل كده بتاعيصف نو. ليه? برشو بيس او نو. ولو في نو برشو كمان معها نط. ايه اللي فاضل عندي? اي دو. بحكي السم وكمل حسب معنى السؤال. دو يو هاف ابت? عندك حيوانة اليفة? لا لا ما عنديش. هل انت قبل كده? كامبي هنا جاي من كلمة معسكر. هل انت قبل كده عملت معسكر في الجبال? فردت عليها زينا رد معين وقالت لها انا رحت هناك من اسبوعين. ازان هي رحت معسكرة بلكده? يبقى اي ما ينفعش اقول نو. لازم نقول ييس. ييس اي هاب. اروى قلت لها. what do you want to be? طب انت عايزة تكون ايه? قلت لها انا عايزة اكون كذا. how about you طب انت يا اروى? طب انا احبش التدريس. ازا زينا قلت لها انا عايزة تكون مدرسة. اي وانت لها انا عايزة اكون مدرسة. لما ات لها انا هي? هويتك المفضلة? فزينا قلت لها نقط. what about you? طب انت اطلعها انا بستمتع بالايه? بالقراءة. يبقى هنا حتى كمان قلت لها ايه? انا بحب القراءة. my favorite topic is reading. هويت المغضلة القراءة. اطلعها انا كمان بحب القراءة. ورح اتسألها سؤال. فزينا قلت لها no I haven't seen a dinosaur skeleton. انا عمري ابدا ما شفت يعني هيكل عزمي حقيقي لديناسور. احنا والناس هل سؤال ايه? yes or no? هشرب no? زي ما قلنا قبل كده. واشرب معها كمان ايه? واشرب معها نط. هيتفضل لي? I have. هنعمل ايه? هنعكسة. I have. هتبقى have you. وكمل. have you seen a real dinosaur skeleton? شفت قبل كده هيكل عزمي ديناسورة? لا 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 ما شفتش قبل كده. نشوف السؤال التاني. عندنا ست كلمات وفكرة فيها اربع فرغات. وقلنا قبل كده. باقرأ كلمة الاول. بافهمها كويس معناها. باقرأ الفقرة. بافهم معناها كويس مرتين او تلاتة. وابدأ حل. وخلي بالك ان احد الاربع فرغات خاص بالجرامر. نومبر وان. الفضاء لم يعد يعني سر كبير. العلماء بيحاولوا يكتشفهم اكتر واكتر عن الفضاء. يبقى هنا العلماء يبقى هنا هابين ده سؤال خاص بالجرامر. يعني بدهم ومستمرين بيكتشفوا برضو في الفضاء. في الماضي. كان اول ايه? طبعا كان اول رائد فضاء يبينه. اول رائد فضاء كان طبعا ووك ان دمون مشى على القمر. اول ايه زابت الى الفضاء اول محطة فضائية. يبقى هنا ميك اتشيف منس يبديه نمبر فور تمام. هلا سلو تتشوز نمبر وان. ايه طبعا الاعتبر قمر صناعي ضخم جدا. يعني بيدور حول الارض وبيقى فيه رواد فضاء بيعيشوا فيه وكمان بيعملوا فيه. انا كده باكلم على المحطة الفضائية اللي هي يبقى لي طربيه تمام ناس كتيرة تحب سافر لأماكن عديدة عشان ايه عشان تستكشفها الأماكن اللي موجودة على الخريطة يبدو أنها أقرب لكنها فعلا بعيدة كلمة ريموت معناها ايه طبعا ريموت معناها بعيد خلي بالك هنا بقولك أفضل الكاميرات فيها ايه جاي جدا أحسن كاميرا لازم تكون العدسة بتاعتها كويسة يبقى العدسة كويسة لأنها طبعا ايه يعني تدينا ايه كمية يعني مناسبة من الضوء شخص بيدرس شيء ما بحرص وعناية طبعا دا يعتبر باحث عشان اجيب الصفة من كلمة نيشن بضف لها ايه فاخرها بضف لها ايه اللي بقت ايه ناشونال تمام احي اللي بقى صوال الجرامر صحي كلمة اللي بن قسين ما نفعش بيينج وستوديينج هنتكوين المدرع التام مستمر هاف بين والفعل في ايه نجي يبقى هنا نومبر تو من قبل ديه بتيجي مع نيفر مش مع ايفر يبقى هنا هتبقى نيفر تمام يبقى أنا عايز يقول ان هي لم يعني تذهب الى الشاطئ من قبل ابدا بيبقى نيفر نومبر ثري خلي بقى هنا طاركس اهدك مقصود بيها طارك هاز اهدك لان لو قلت طارك ايه اهدك غلب انما هاز عنده هو عنده صدع لانه بيشوف تلفزيون فترة طويلة جدا السبب اللي خليه عنده صدع انه بيشاهد تلفزيون فترة كتير جدا يبقى هنا اقول مضارع تام بس هنا مستمر عشان اللي يبقى هكتب هنا ايه طبعا هاز الاول عشان هي بتاخد هاز وبقى كده يجيب كلمة بين وكمان يبقى هنا طارك هيبقى because he has been watching يعني مستمر فترة طويلة جدا في مشاهدة لتلفز نومبر فور أخي لم يذهب إلى النادي حتى أنهى العمل بتاعه قولنا بيجي قبلها ماضي بسيط غالبا منفي إيبا بعدها على طول إيه ماضي تامي وبعد كده إيه كلمة finished تمام تصرف ثالث هيبا بتعمل العمل المنزلي بالها ساعتين ولم تنتهي بعد إيبا حدث بدأ في الماضي وما زال يحدث مضارع تامي ستمر يبقى هاز بعد كده بين وبعد كده لازم أنت خلابك من تكون الزمن صح بعد كده رأيت اكتب سيرة ذاتية لشخص انت موجب به وكلمنا قبل كده على أي من رجب ممكن هنتكلم كمان على فروق الباز وكتب زي ما قلنا قبل كده واتبع التعليمات عشان تاخد درجة نهائية في سؤال بتاع البراغراف ناخد بعكده أهم كلمات تابع ربع مع الأكمر الصناعية؟ المفردات الإضافية بوتس بوتس هاي ضاء برقبة موتور بايك موتور بايك شوز شوز ناخد بعكد يابل أربع كلمات وثلاث جملة نمبر ون أنا عندها مشكلة في استخدام التليفون بتاعي في المنزل ليه؟ that is bad لأن طبعا signal الإشارة سهيئة لكن ما فيش الشبكة كويسة نمبر تو I would like to listen to music on my حب أسمع الموسيقى on my طبعا هيت فونز بالسماعة بتاعتي نمبر ثري take your not off outside if they are dirty يبقى هنا take your boots نخرج الحزاء برقبة بتاعك في الخارج لو كان متسخ ناخد بعكده synonyms and antonyms المراضي في المضاء أول حاجة allow يسمح طبعا synonyms أو الميننج بتاعها permit أو let وطبعا الانتونيم الابسيت عكسها يعني هتبقى prevent يمنع clear واضح يتصفة synonyms أو الميننج بتاعها obvious واضح الانتونيم عكسها unclear غير واضح comfortable مريح بتساوي relaxed أو relaxing مسترخن وعكسها uncomfortable غير مريح fellow زميل أو رفيق بتساوي companion رفيق وعكسها enemy عدو invent دون جدوة بتساوي useless غير مفيد وعكسها useful مفيد invent يخترع بتساوي create أو design يبتكر أو يصمم وعكسها destroy يدمر possible ممكن بتساوي probable محتمل وعكسها impossible مستحيل useful مفيد بتساوي helpful مفيد أو متعاون وعكسها useless غير مفيد language expressions تعبيرات لغوية do research يقوم بإجراء بحث send أو receive the signals يرسل أو يستقبل إشارات البروبوزيشن حرف الجر communicate with يتواصل مع land on يهبط على on earth على الأرض step onto يخطو على work out يكتشف أو يحل أو يستنبط useful for مفيد لي check point التاني هنا جايب لي أربع كلمة من محرف جر أول حاجة number one it's probable that يعني من المحتمل أن she will come to the party أني هتيجي لأي الحفلة it isn't طبعا ليه يبقى بدل هي ممكن احتمال تيجي يبقى it's it isn't impossible ده شيء غير مستحيل number two this clever girl could work the sums quickly البنت الماهرة ديت تقدر work أو تحل مسائل بسرعة number three book is very useful كتاب جيم مفيد جدا both students and teachers لكل من الطلاب والمعلمين يبقى هنا four تمام ناخد بعكده تصريفات الأفعال غير منتظمة blow blue blown fall fill fallen ناخد بعكده vocabulary builder أهم التعريفات أول حاجة braces تقويم الأسنان something that people can wear to make their teeth straight يعني شيء الناس بتلبسه عشان بتخلي الأسنان بتاعتها مستوية لو تقويم بتاع الأسنان continent carra one of the largest areas of land من أكبر المناطق على الأرض على الأقرار الأرضية in the world في العالم such as africa زي africa asia asia europe اوروب philo مش follow زي الفولور بتاع الفيس واليوتيوب وكلام ده كله لأ أنا بقول هنا philo زميل أو رفيق another word for man كلمة أخرى لكلمة رجل grain حبة a seed بذرة or seeds أو بذور from a plant that you can eat من النبات ممكن ناكلها GPS نظام تحديد المواقع global positioning system يعني نظام تحديد المواقع a system for finding how to find something or to get to a place using satellites يعني هنا ده نظام بنجد بنعرف فيه يعني كيفية إيجاد الشيء أو الحصول على مكان وبنستخدم في كلام ده satellites اللي هي الأقمرة الصناعية helmet خوزة special hard head used to protect the head يعني خوزة صلبة خاصة تستخدم لحماية الرأس in vain عبثا بلا جدوى if you do something in vain لو طبعا عملت شيء بلا فائدة you do it successfully يبقى أنت بتعمله بطريقة غير ناجحة satellite receiver مستقبل قمر صناعي a machine which can receive or read information that is sent by a satellite يبقى آلة طبعا which can receive ممكن نرسلها or read information يبقى ممكن الآلة ترسل أو تقرأ معلومات بتستقبلها يعني that is sent by satellite بيتم يرسلها عن طريق الأمر الصناعي sensor جهاز الشعار something which can measure small amounts of light heat sound شيء ممكن يقيص المقدار قليل من الضوء الحرارة الصوت signal إشارة information or an instruction معلومات أو تعليمات that is sent by sound light وهكذا يتم إرسلها عن طريق الصوت أو الضوء toiler كادح someone who is working hard شخصي بيعمل بجد wireless لاسلكي able to use the internet without wires القدرة على استخدام الإنترنت بدون أسلاك الصف اكسبها الحروف اللي هي الناهية abbreviate يختصر لما ضف لها ion حاولنا الفعل الاسم بقت abbreviation اختصار comfort راحة لما ضف لها A-B-L-E حاولنا الاسم لصفة بقت comfortable المريح نفس كلام كرة أرضية أضف لها A-L بقت global عالمي receive يستقبل أضف لها A-R بقت receiver جهاز استقبال toil يكدح ضف لها A-R بحاولنا الفعل الاسم بقت toiler كادح واحد بيكتاد في العمل train يتدرب لما ضف لها A-R أصبحت فاعل بقت trainer مدرب use يستخدم لما ضف لها F-U-L حاولنا الفعل لصفة بقت useful مفيد wire silk لما ضف لها L-E-S-S حاولنا الفعل لصفة بقت wireless لاسلكي ناخد بعكد language notes ملحظات لغوية أول حاجة allow زائد المفعول زائد طول مصدر يسمح satellites allow us to study the weather all around the world الأقمار الصناعية بتسمح لنا ندرس الطقس حول العالم ممكن أجيب جملة قبل وصوزات واجيب بعدها فاعل واجيب كان أو كود والمصدر lots of people have satellite TV so that they can catch or they can watch their favorite shows ناس كتير عندها أقمار صناعية لكي تستطيع النهاية تشاهد العروض المفضلة عندها خلي بالك عشان تعرف إمتى كان وإمتى كود تمام أول حاجة كلمة كان ديت زي الجملة اللي عندنا هنا لما يكون قبل كلمة سوزات مضارع شايفينها إيه الهاف لو قال هاد كنت قلت كود يبقى سوزات لو قبلها زمن مدرع بسيط أجيب بعدها كان والمصدر قبلها مقدة بسيط أجيب كود والمصدر المرحوزة الثالثة to and also اللي اتنين معناهم أيضا بس تو في جملة المثبتة فاخر جملة يعني وكلمة أيضا بيتيجي في وسط الجملة اللي هي also لما أقول in some areas في بعض الأماكن satellites send signals to the internet to يبقى هنا تو تيجي في الآخر وقبلها كومة طبعا في بعض الأماكن الأقمر الصناعية بترسل إشارات للإنترنت did you know space technology هل تعرف هل تعرف تكنولوجيا الفضاء is also أيضا used to make many of the objects هي أيضا بتستخدم الأشياء أو العدد من الأشياء we use everyday بنستخدمها كل يوم abbreviation اختصار bce ليا before common era gps global positioning system نظام تحديد المواقع العالمي dr dr الطبيب mr ليه أستاذ أو سيد check point ثلاثة أسللة choose هلو مع الجزء اللي فات number one my mom didn't allow me the school trip طبعا هنا بقول ماما لم تسمح لي إن أنا يبقى هنا to join يبقى اللي يطر دي لإني allow بيجوارها to المصدر number two lily went home early lily طبعا إيه يعني زهبت إلى المنزل إيه مبكرا she could revise well for the exam شايف هنا كلمة idiot كلمة when مش دا زمن ماضي وجاي بعدها would well master إذن رب الدقيقة لسه إيه له حالة ورابو عليكم يبقى هنا so that تمام دي قابلها ماضي يبقى بعدها could لو قابلها مضرع بعدها can number three she looks really tired and she must be really hungry هي يبدو عليها متعبة وهي أكيد جوعانة أيضا يبقى هنا to تمام نغب على كده reading and listening skills مهارات القرآن والاستماع أول حاجة we couldn't live without satellite technology العمام بتاعنا بأن نستطيع أن نعيش بدون تكنولوجيا الأكمار الصناعية since the late 20th century في أواخر أو منذ أواخر القرن العشرين we have used satellite technology استخدمنا تكنولوجيا الأكمار الصناعية for many of the things we do every day للعديد من الأشياء اللي احنا بيعملها كل يوم our lives would be very different without it حياتنا ايه؟ كذلك تبقى مختلفة بدون الكلام ده here are some of the things that we use satellites for وفي بعض الأشياء اللي ممكن نستخدم فى الأكمار الصناعية أول حاجة اللي هو تحديد المواقع before satellites were invented قبل نختاره على الأكمار الصناعية people had always used maps to find their way ناس كبتستخدم الخرائط عشان تجد الطريق بتاعها now most people use GPS أكثر الناس بيستخدم دولات للGPS which uses a system بيستخدم نظام of satellites الأكمار الصناعية that work together بيعمل معا these send signals بترسل إشارات to receivers لأجهزة استقبال on earth على الأرض which work out where you are بتحدد انت فيه we have GPS in cars عندنا في السيارات GPS on phones التليفونات المحمولة and even in some modern motorbikes helmets وفي بعض الخوزات الخوزة اللي هي بتاعت المنسيق الحديثة weather reports تقاريري ليه الطاقس بنستخدم كمان فأكمار صناعية satellites allows us to study the weather all around the world أكمار الصناعية بتسمح لنا يعني ندرس الطاقس حول العالم they send the photos of the earth from space بيبعاتهم صور للأرض من الفضاء when these are put together لما بيدعون مع بعض they show how clouds and the storms are moving طوام بيبينهم إزاي الصحب وليه والحواصف به بتتحرك TV and the internet تلفزيون والإنترنت lots of people have satellites satellite TV يعني أغلب الناس عندهم أكمار صناعية so that لكي they can watch their favorite shows قدروا يشوفهم البرامج المفضلة عندهم and the sports matches والمباراة بتاع كرة القدم أو الرياضة the signal does أو goes to a receiver الإشارة طبعا بتروح للمستقبل أو جهاز الاستيبال on the house في المنزل in some areas في بعض المناطق satellites send signals to the internet to الأكمار الصناعية في بعض المناطق بتبعت إشارات للإنترنت أيضا mobile phones برضو في كامار صناعية بيستخدموا have you ever had problems using your phone هل حصلك مشكلة قبل كده في استخدام التلفون because the signal is bad لأن الإشارة سيئة satellite phones can work anywhere in the world لقمرة صناعية وكنت تشغل في أي مكان في العالم they are very useful in places far from cities هي مفيدة جدا في الأماكن اللي بيعد عن المدن such as on mountains or in deserts زي الجبال والصحاري ناخد كمان موضوع reading فاروق الباز scientists had made a lot of research before the first person walked on the moon in 1969 العلماء عملوا العديد من الأبحاث قبل أول شخص ما يمشى على القمر سنة 1969 and one of the most important scientists ومن أهم العلماء دول was فاروق الباز he helped to plan where abollo 11 should land on the moon طبعا هو كان بيخطط عشان يحدد أين سيحبط اللي هو القمر صناعي أبollo أو المركبة الفضائية أبollo 11 على سطح القمر فاروق also taught astronauts which rocks to take from the moon on later visits وعرفهم بعد كده علم بعد كده فاروق الباز علم العلماء الفضاء أو هم رواد الفضاء يعني الصخور اللي هين اللي يبدأ يخذوا منها من القمر في زيارات التالية بعد كده بعد دراسة القمر فاروق بدأ يدرس الصحاري على قوكب الأرض يعني استخدم الأقمر الصراعية عشان يجد أنهار تحت الرمال اللي أنهار المياهة الجوفية والعمل ده يعني ساعد مصر وبلد تاني عشان يجد المياه ناخد بعكده أسئلة على الفكاربري أو عندنا سؤال ستة كلمات واربع فراغات واحد فيهم خاص بجرامر وعندنا كلمتين زيادة أقرأهم الاتنين كويس قبل محل العلماء عندهم أو عملهم أبحث كتير يبهينا قام بعمل يبهينا هاد عايزة تصرف ثالث دون تمام لأن هنا دوب تأخذ أو تيجي مع رسيرش في 1996 وطبعا من أهم العلماء دول important يبهي important scientist فاروق الباز ساعدنا كثير في المجال بعد مدرس القمر فاروق الباز started studying deserts on the earth بدأ إدرس الصحاري على كوكب الأرب استخدم الساتيلايتي طبعا لأقمار الصناعية عشان يجد أنهار تحت الأرض قلنا عليها أنهار المياه الجوفية تمام نغبع كلا سؤال تشوز تريز بريث بريث يعني يتنفس الأشجار بتتنفس وبيتطلع علينا الأكسجي أكيد طبعا مفيدة useful number two if someone is not you don't need to plug it in sorry if something لو شيء ما كان إيه أنت مش متحك تحطه في الفيشة إذن هو wireless يعني بدون سلك number three not are something that people can wear to make their teeth straight شيء الناس بتستخدمه عشان أو بتلبسه يعني عشان تخلي أسنانها مستوية لابعنا بكلم على تقويم الأسنان number four to get the noun of abbreviate عشان نحصل على الاسم من كلمة abbreviate add the suffix نضيف لها إيه نضيف لها A-T-I-O-N abbreviate ده فيه T أصلاً في الكلمة يبقى I-O-N بس abbreviation اختصار number five a note is a special hard head used to protect ذهن يعني يعني خوزة وخاصة أنا كده قلت معناها يبقى إيه يبقى هلمت الهلمت ديت يعتبر يعني شيء صلب أو قبعة صلبة وخاصة تستخدم لحماية الرأس number six my uncle is a great right طبعاً write A منفروض فيه هنا حرفين هضفهم أو تلات حرف حسب الاختياري يبقى هنا عايزه هو A مؤلف ليه يعني ألف قصص قصيرة يبقى هنا writer E-R تمام طبعاً هي أصلاً فأنا بشيل E وحط R أو E-R يعني أو حط R على طوال والإثنين نفس المعنى برضو number seven Asia is the largest طبعاً Asia مش ديت معناها عيشة لا ده مقصود بيها قارة أسيا is the largest أكبر إيه طبعاً أكبر قارة continent number eight to get the adjective of wire add the صفح عشان أجيب الصفة من كلمة wire بضف لها إيه L-E-S-S بقت wireless يعني لاسلكي number nine a note is someone who is working hard شخص بيعمل بجد يبقى هنا طبعاً اسمه Toiler number ten my parents don't allow me to watch TV late بلدوم بتوع بيسمحوش لي أتراج على تلفاز متأخر the synonym of the word allow is ورادة في كلمة allow يعني يسمح يبقى هنا لت number eleven not is a seed or seeds from a plant that you can eat أحد البذور اللي ممكن ناكلها بنسميها grain اللي هي الحبوب زي الأمح مصنو الضرة number twelve you should learn how to use adictionary يجب أن تتعلم كيف تستخدم القموس to get the adjective from the verb use عشان نجيب الصفة من كلمة use add زي صفكس نضيف لها إيه نضيف لها if you تبقى useful مفيد تمام ناخد بع كده test yourself on lessons three and four أول سؤال complete technology plays an important part in modern life التكنولوجيا بتلعب دور مهم في حياتنا الحديثة it makes our lives بتخلى حياتنا إيه أكيد طبعاً easier as hell and more comfortable وأكثر راحة than before من قبل however it can cause some ممكن تساب لنا بعض لإيه بعض المشاكل problems sometimes أحياناً technology can the number of people working in some fields ممكن التكنولوجيا تعمل إيه في عدد الناس اللي بتعمل في بعض الحقول أو بعض المجالات بدل في تكنولوجيا ممكن يجبوا إنسان آلي فهيقلل العدد بتاع العمال يبهينا reduce that is why experts ولي هذا السبب experts العلماء think that technology has advantages and عشان كده العلماء بيقولوا إن التكنولوجيا لها أو الخبراء بيقولوا إن التكنولوجيا لها مميزات advantages and disadvantages عيوب تمام بعد كان حل القطعة هنكرر القطعة حلقة لها سئلة فاروك أو دكتور فاروك الباز a brilliant scientist عالم وطبعا مغامر وطبعا مغامر يعني كان دايما مغرم بالفضاء كطفل كان دايما بيانظر إلى الأقمر وبيحلم أنه يستكشفهم في يوم الأيام his dreams came true حلقة متحققت when he became an astronaut لما أصبح رائد فضاء and joined NASA وانضمله وكانت ناسا فضائي he played an important role in the Apollo space project كان بيلعب دور مهم في المشروع بتاع المشروع بتاع مركبة الفضائية بتاعت إيه Apollo where he used his knowledge of rocks to help astronauts explore the moon ساعد بمعلومات وعن الصخور إنه يساعد الرواد الفضاء إنهم يستكشفهم القمر فاروق started studying deserts on the earth بدأ دكتور فاروق الباز بيدرس الصحاري على الأرض he used the satellites to find rivers that were under the sand استخدم الأقمر الصناعية عشان يجد أنهار تحت الرمال and this work has helped Egypt and other countries to find new water وطبعا العمل ده ساعد مصر وبلد تانية إن هي تجد مياه جديدة he was known as the king of the moon يعني عرفة بملك القمر because he helped select landing sites for the Apollo project لأنه ساعد في اختيار أماكن أو مواقع الهبوط للايه للمركبة اللي اسمها وده سامح لليه لرواد الفضاء إنهم يجمعهم صخور من سطح القمر كمان العمل بتاعته ساعدتنا عشان نعرف حاجات كتير عن تاريخ القمر ده بطل فضاء فعلا حقا ده مثال لامع ده مثال واضح لكيفية إن الأحلام ممكن تصبح حقيقة مع العمل الجاد وحتى مهمة جدا اجتهد هتلاقي إن شاء الله نتيجة كويسة بإذن الله كلمة بريليانت بتساوي طبعا هنا بتساوي رائع واستخدم عشان يجد الأنهار طبعا نستخدم الأقمر الصناعية يحدد أماكن الأنهار اللي تحت الرمال اللي الأنهار الجافية زي مقلنا قبل كده الإنجازات بتاعت فاروق الباز ساعدت طبعا ساعدت ساعدت مصر فعلا وكمان بلاد تانية تمام يا طرق ايه الفكرة الرئيسية بتاع القطع بتاعتنا طبعا بتكلم على إنجازات دكتور فاروق الباز ممكن تلخص الإنجازات بتاع دكتور فاروق الباز طبعا لما نرجع لقطع هنا في السطر تقريبا الرابع والخامس ادي واحدة اعتقد ده الملخص بتاع إنجازاته بعد كده طبعا احنا في الامتحان ما بنكتب ما نعملش خطة تحت القطع احنا بنكتب لإنه في مكان للكتاب عندين بس عشان المكان مش هيقضي هنا منه في رأيك اللي أطلق على الدكتور فاروق الباز يعني من اللي أطلق عليه ملك القمر ممكن نقول اعتقد انهم رواد الفضاء هم اللي أطلقوا عليه وسموه ملك القمر حالي بحك أسلط نمبر الأقمر الصناعي بتسمح لنا ندرس الطقس على مستوى العالم كلمة تعتبر مضادة لكلمة طبعا عكس كلمة يعني يمنع من دي تمعنا يسمح لي ودي يمنع من نمبر القمر الصناعي اعتبر آلة تقدر تتطق أو تستقبل أو تقرأ معلومات يتم يرسال عن طريق العمر الصناعي أنا أتكلم على satellite receiver لوجه هذا الاستبال يسبب من القمر الصناعي نمبر ثري بابا اشترى موس الكمبيوتر بيشتغل من غير الأسلاك يبقى اسمه wireless موس تمام نمبر هنضف لها ايه هنضف له ايه ب الترينر مدرب نمبر نمبر نظام بنجد منه بنعرف منه يعني ازاي نجد الأشياء او نصل الى مكان ما انترك الأقمر الصناعية يبقى هنا جهاز حديد المواقع نمبر سيكس لازم ان يخلص ايه قبل ما يوصل المنزل ده عامله بتاع اليوم يبقى لازم ان يخلص المهمة بتاعته لان ده المطلوب منه طول اليوم هل بقى سؤال او هنا بقى صح القطع يبقى هنا اجاب لي هاف ايبقى المفروض هاجيب بعدها تصريف ثالث تمام نمبر فريق المدرسة أحرز هدفين قبل ما المباراة تنتهي هو ايه اللي حصل هو احرز هدفين الاول قبل قبلها ماضي تام وبعدها ماضي بسيط براف يبقى هنا هكتب هنا هاد واكده تمام نمبر ثري اندي لوز هير جاكت افتر شي هاد بوتت اندي فقدت الجاكت بتاعها او تيكت تيكت تسكرة اندي فقدت تسكرة بتاعتها بعد ما اشترتها هي اشترت التسكرة الاول وفقدتها بعد كده يبقى ماضي بسيط يبقى lost نمبر فور she didn't go to bed until هي لم تذهب او لم تنم حتى she finished her work او home work حتى انتهت معامل بتاعها يبقى لازم نكون ماضي تام بعد until يبقى هاد finished عشان ده الحدث الاول من الحدثين تام من في الماضي تمام يبقى هنا until she she had finished بعد كده نمبر فايف the kids have play all day بولك all day يبقى المفروض هنا مضارع تام مستمر يبقى بين بعد كده playing يعني مستمرين في اللعبة طول اليوم بدأوا لسه ما خلصوكش بقى كده اكتب مئة وعشرة كلمة عن ايه دكتور فاروق الباس وليسه قرأين عنه موضوع اقض افكار وكتب اسلوبك واتبع التعليمات اللي قدت عليها قبل كده في الفيديو ناخد بعكده ده كويكب يعني كوكب صغير بيضور في الفضاء ماب ماب public transport public transport informative text informative text achievement achievement railway railway space robot space robot turn turn exhibition 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 communication communication guide guide planetarium 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 ناخد بعكده تشيكبوينت جايب لأربعة كلمة وثلاثة جمل number one going into a university was my greatest الذهاب للجمع يعتبر ايه افضل حاجة عندي طبعاً greatest achievement اعظم انجازن عملت number two that took the tourists to the pyramids طبعاً هنا the guide مرشد السياحي اخذ السياحي للأهرامات number three Egypt has a good system it has modern trains مصر عندها نظام ايه جيد فيه طبعاً كترات حديثة يبقى هنا نظام السيك الحديد يبقى real way تمام بعد كده the words synonyms and anthonyms مرادة في المضاد amazing amazing مذهل طبعاً هنا بتساوي awesome ماقولش اوي some اسمها awesome والأنتون ماقول اوزت عكسها ordinary right ساطع او لامع بتساوي shiny وعكسها dark nearly تقريباً بتساوي almost تقريباً وعكسها exactly بالضبط public عام عام بعكسها private خاص when يفوز او يكسب بتساوي achieve يحقق او ينجز بعكسها lose يخسر او يفقد language expressions تعبيرات لغوية do a map يصنع خريطة do a phone call يجري مكالمة هاتفية take a photo او take video يلتقط صورة او فيديو robot space vehicle او robot spacecraft مركبة فضائية اهلية get direction يحصل على الاتجاهات look more closely at ينظر عن قرب الى نقوم باع كده prepositions حرف الجر at بجراء السرعة وan hour يعني بسرعة كذا في الساعة above the earth فوق الارض at the top في القمة bring back to يعيد الى او take back to نفس المعنى from all around the world من كل أنحاء العالم go around يدور حوله on the space station في محطة الفضاء from one side to the other من جانب الى اخر ناخد check point اربع كلمات وثلاث جمل number one i found my friend the two directions to his house صلت بزميلي عشان ايه احصل منه على الاتجاهات يبقى to get the directions to his house عايز اعرف ايه اروح بيته ازاي يعني number two you have to bring the book انت لازمة تجيب الكتاب to the library ترجعه المكتبة before thursday قبل الخميس يبقى bring back يبقى هنا letter او number two number three the restaurant was i liked the food المطعم كان ايه انا حبيت الطعام بتاعه قوي يبقى كان awesome رائع ناخد بعد كده vocabulary builder definitions map خريطة something you can use to follow direction شيء بنستخدمه عشان نتابع الاتجاهات seller بحار someone who works on a ship or sails a boat شخص بيعمل على السفينة او يبحر بالقارب الصفك سباب بتاعاتنا النهاردة achieve ينجز او يحقق لما ضف لها m-e-n-t بتحول الفعل الاسم بيت achievement in gas communicate يتواصل لما ضف لها i-o-n تحول الفعل الاسم يبقى communication تواصل وزيها direct تبقى direction اتجاه exhibit يعرض معرض inform يبلغ لما ضف لها a-t-i-v-e بحاول الفعل الى الصفة بقت informative غني بالمعلومات sale يبحر اضف لها or بقت الفعل اصبح اسم فعل sale orبحار win يفوز لما ضف لها ir حاولت الفعل الاسم فعل بقت winner فائز بعد كده language news ملاحظات لغوية use not to زئد المصدر يستخدم شيء لكي they use satellites to get directions هما بيستخدموا الاقمر الصناعي عشان يحصلوا على اتجاهات الملحوظة التانية the first two زائد المصدر اول منفعل كذا astronauts from the Apollo 8 spacecraft became الرواد الفضاء من المركبة اللي اسمها ابولو المركبة الفضائية يعني اصبحهم اول ناس شافهم الجانب البعيد من القمر الملحوظة التالتة one off بيجي بعدها صغة التفضيل العليا وبقى كده اسم الجمع يعني خلي بالك الصغة بتاعت المقارنة يعني او التفضيل العليا لما كنا بنقولها عند المقارنة بين اتنين في صفة قصيرة زا صفة قصيرة فاكرين؟ ولو بجيب صفة طويلة the most the least الصفة الطويلة كنا بنقولها كده عندما تفاكرين مثلا it's one of the brightest objects in the sky من اكتر الاشياء اللامعة في السماء يبهنا the brightest it's one of the most difficult questions من اصعب الايه؟ الاسئلة طبعا من اكتر الاسئلة الصعوبة ملحوظة الرابعة places and nationalities يعني الاماكن والجنسيات Africa America Asia Chinese تنفع لغة صينية او صيني Europe North Africa Russia Spanish تنفع اسباني او لغة اسبانية important names اسماء مهمة بينو ده كويكب أبولو يعني كوكب صغير تابولا روجريانا ده كتاب طبعا بيسموه نزهة المشتاق في اختراق الافاق للإدريسي كان عالم مسلم مشهور في موضوع الايه الخرايط والفلك وكده بعد كده كاسيني سبيس روب ده مصبار الفضاء كاسيني The Hubble telescope telescope Hubble The Mediterranean Sea البحر العبود المتوسط ناخد number one my brother is one of the cleverest not in the school اخي من افضل او من امهر الطلاب في المدرسة يبقى هنا او عدت لخبط بقى cleverest جايب لهنا تفضيل فانا بجيب وراها students اسم جمع تمام نفيش هنا اي حاجة الدول على الملكية number two Lindbergh was the first man over the Atlantic Lindbergh كان اول رجل يطير فوق المحيط الاطلانتي نقولني هنا زافر استمان هجيب بعدها ايه to fly وزايد المصدر اول واحد طار بتطير بتاع تفور محيط الاطلانتي number three Tourists sometimes use maps السياح احيانا بيستخدموا الخرائط directions عشان يحصلوا على ايه الاتجاهات يبقى هنا to get directions ناخد بع كده reading and listening skills The International Space Station المحطة الفضائية الدولية The International Space Station is a huge spacecraft 70 km above the earth يعني تعتبر محطة فضائية كبيرة جدا على بعد 70 km من سطح الأرض It's a place where astronauts live and work when تعتبر مكان يعني حيثوا رواد الفضاء بيعيشهم وبيعملهم when they go into space لما يروحوا الفضاء Most astronauts stay on the space station for about six months يعني هنا يقول معظم رواد الفضاء طبعا بيكون موجودين فين في المحطة الفضائية ديت لمدة ايه ممكن لمدة ستة شهور The Space Station orbits هنا يقوله طبعا ايه المحطة الفضائية بتدور The Earth حول الأرض Every day كل يوم It travels at 27,000 km an hour بسرعة 27,000 km في الساعة That means معنى كلام ده That it goes around the Earth تدور حول الأرض Every 90 minutes كل 90 دقيقة It's one of the brightest objects in the sky من أكثر الأشياء لما عن في السماء And you can see it without using a telescope وممكن تشوفها من غير تلسكوب فكرة الثالثة Lots of countries work together العديد من البلاد بتعمل معا To make the space station and its astronauts from all around the world عشان طبعا ايه يعني عشان تعمل محطات فضائية وطبعا رواد الفضاء من كل أنحاء العالم Have stayed on it بيقعدوا فيها The first piece of the space station went into space in 1998 أول قطعة من المحطة الفضائية الدولية طبعا ايه تم إرسالها الفضاء 1998 Since the Pharisee astronauts arrived in 2000 More than 200 astronauts from 19 countries have stayed there ساعة 1998 بعد كده منذ أول رواد فضاء وصلهم ساعة 2000 أكتر من 200 رواد فضاء من 19 بلد موجودين دلوقتي هناك Life on the space الحياة في الفضاء station في المحطة الفضائية الدولية Is different from life on earth in many ways مختلفة عن الحياة على الأرض بأكتر من طريقة In space Yes في الفضاء طبعا الاختصال sleeping In home eating اللي هو ايه ممكن يبقى صعب But communication Is inter-approble لكن الاتصال طبعا مش مش مشكلة Astronauts رواد الفضاء Can send emails Or make phone calls أو يعملوا مكالمات تلفونية To their families مع أسرهم Back home في المنزل موضوع كمان My trip to the planetarium رحلتي إلى القبة السماوية Last year العام الماضي I went to the planetarium in Alexandria with my cousin ماجدي رحت القبة السماوية في اسكندرية مع ابن عم ماجدي I was really excited Because I hadn't been to a planetarium before أنا كنت ايه متحمس جدا لاني ما رحتش قبل كده اللي ايه القبة السماوية من قبل ماجدي lives in Alexandria بيعيش في اسكندرية So he had visited the planetarium a few times with his family A few times with his family رحت طبعا هو راح قبل كده القبة السماوية مع أسرته مرات قليلة We saw a really interesting film about ancient Egypt وشفنا فيلم حقا رائع عن مصر القديمة We learned about how the ancient Egyptians had studied the stars to find out when the Nile flooded وطبعا اتعلمنا ازاي المصرين القدماء كانوا بيدرسهم الأقمار عشان يكتشفهم امتى نهر نيل سوف يفيد بالماء ايه فيه فايدان انت يعني They had even used the stars to help them build the pyramids كمان حتى استخدموا الاقمار انهم تساعتهم في بناء الأهرام After the film هو هنا كلمة space فضائي وروبوت يبقى انسان آلي فضائي هو اللي اكتشف المريخ في نهاية القرن او قبل نهاية القرن العشرين It landed on Mars in 1997 هبط على كوكم المريخ 1997 We had an amazing time احنا قضينا وقت مزهل We were there all morning كنا هناك طول فترة الصباح But when we left لكن لما غادرنا We hadn't seen everything ما كناش شفنا كل حاجة I'd like to go back اود ان اذهب مرة اخرى There هناك again one day مرة اخرى في يوم الايام ناخد بعكدها سلعة كلمات اول سؤال سؤال complete ست كلمات وفقرة فيها اربع فراغات وفراغ فيهم خاص بجرامر في عندي كلمتين زيادة الحاجات دي خلي بالك منها حفظناها دلوقتي The international space station is a huge تعتبر هنا huge ايه؟ طبعا هنا huge spacecraft ديات number one يعني ايه سفينة فضائية ضخمة جدا Seventy kilometer above the earth يعني على بعد كام سبعين كيلومتر من ايه من سطح الارب It's a place where live and work بيعيش ويعمل فيه مين؟ Astronauts رواد الفضاء When they go into space لما بيذهبهم الى الفضاء Most astronauts معظم رواد الفضاء Stay on the space station بيعود على المحطة الفضائية ديات About six months دي سؤال خاص بجرامر يبقى هنا للمدد اللي يفور تمام؟ بجرامة زمنية They can send the emails or make phone ممكن يبعثوا ايهيلات أو يعملوا مكالمات تلفونية يبقى phone calls تمام؟ هل سؤال تشوز؟ Number one The synonym of the word bright is مراض في كلمة bright طبعا هتبقى shiny لامة Number two Annot is a spacecraft where people live and work سفينة فضائية الناس بتعمل وتعيش فيها يبقى أنا بتكلم على space station محطة فضائية Number three Congratulations تهانينا You have won the competition انت فصوا بالمسابقة Win here has the opposite meaning of كلمة win هنا عكس ايه اللي ما صبها one يعني طبعا عكس كلمة lose يخسر Number four Annot is something you can use to follow directions شيء تستخدمه عشان تتبع الاتجاهات يبقى هنا طبعا ما جهش جي باس المراضي هيجيب هنا ماب خريطة Number five He is informed عايزك تكمل الكلمة He always tells us a lot about many topics ويكلمنا ويخبرنا عن حاجات كتير عن مواضيع عديدة يبقى ده ايه informative غني بالمعلومات Number six Scientists sometimes use space when it's dangerous for humans to travel أحيانا العلماء بيستخدوهم الايه طبعا الانسان الآلي يبقى روبوتس امتى الانسان الآلي الفضاي لما يكون في خطورة على الانسان نوع يسافر يعني Number seven To reduce pollution عشان نقلل التلاوس We can use transport We shouldn't drive our own cars all the time يبقى يجب ان احنا نستخدم ايه؟ المواصلات العامة طبعا يبقى public transport ليه بقى؟ قولك لا يجب ان احنا نقود السيارة بتاعتنا طول الوقت عشان نقلل التلاوس Number eight To form the noun of the verb direct Add the subject عشان نجيب الاسم من كلمة direct نضيف لها ايه؟ طبعا هنضيف لها I O N تبقى ايه؟ تبقى direction اتجاه Number nine The adjective ordinary is the of amazing كلمة ordinary يعني حياة دي علاقتها ايه؟ بكلمة amazing مذهل طبعا ديها تعتور مضادة ليها هيبقى متنم Number ten There are nearly fifteen boys in the class تقريبا فيه خمستاشر طالف الفصل خمستاشر ولد يعني But the girls are لكن الايه؟ طبعا هنا البنات وهنا عشرين والأولاد خمستاشر يبقى mostly يعني الاغلب Number eleven Finally we went to home يعني في النهاية احنا ذهبنا للمنزل It had been a long day at the planetarium where we saw that كانت ترحلة طويلة في الملانيتاريوم وشفنا فيها stars النجوم Number twelve To get a noun from the verb when Add the suffix طبعا عشان اجيب الاسم من كلمة when هضف لها ايار بقت وينار فائز جيدرنا دلوقتي مع اختبر نفسك اول سؤال عندنا سؤال الديالوج كتبنا خطوات تكون السؤال ونقرأ العلمان زي ما احنا متفقين عشان نعرف من الموضوع بتعلق الديالوج وبهذا كان نقرأ الديالوج كمان مرة نقرأ منحل والمرة الاخرانين نقرأه كمان عشان نقدر نشوف السؤال والاجابة ونحل اللي تنصح اول حاجة عندي هنا بقول ندين ذهبت الى الحديقة معاصرتها بالامس زينب بتكلم ندين فبتقول له ايه انا اسمعت انك رحت للحديقة طبعا ردت عليها رد معين زينب سألتها قلت لها انا رحت امبارة اذا هي فعلا راحت فتقول له ايه ايه انا رحت هناك فزينب سألتها ندين ردت عليها انا رحت الحديقة بالامس امبارة يبقى انا اسألها على الوقت او الزمن يبقى نسأل بوين تمام متى ذهبت الى الحديقة فقلت لها ايه انا رحت الحديقة امتى زينب قلت لها رحت مع مين طبعا هي في الاولة قالت انها رحت مع ايه مع اسرتها وبعد كده قالت كلنا رحنا مع بعض فممكن تقول هنا ايه رحت مع اسرتي زينب قلت لها هل تسمتعت بوقتك في الحديقة فطبعا اكد هتقول لها ايه في الاخر كمان بتقول لها يعني كنا ايه مراحنا كتير يعني هيبقى اكيد تسمتعت بوقتها لان هي بتكلم هي اسرتها فممكن تقول مش مشكلة مش طبعا غلط يعني بعد كده زينب سالتها سؤال الاخير فاندينا قلت لها تناولنا ايس كريم بعد اللاعي فممكن تقول لها ايه تناولت اي شيء هناك بعد كده ريد اند كومليت عندي هنا ست كلمات واربع فراغات وحد فهم خاص بجرامر وكلمتين زي هادة خلي بالك تكنولوجيا الفضاء مهمة جدا منذ نهاية القرن العشرون اقول لك احنا استخدمنا الايه تكنولوجيا الفضاء لاشيء عديدة يبقى بنستخدمها والحد دلوقتي بنستخدمها عندنا جي بي اس عندنا جي بي اس بتساعدنا تساعدنا ان احنا ناجد طريقنا يبقى هنا مفيدة برضو ولنها بكده في النص بتاع الريدن بتورينا السحب والعواصف بتحرك ازاي ده اكمر صناعي خاصة بالطاقس ودية الاقمر الصناعي دية بتمكننا نعرف عن طبعا التغيرات المناخية المحتملة يبقى هنا نمبر فور تمام احنا اللي بقى اسألة شوز نمبر ون ده مبنى ممكن نشوفيه نمازج للطائرات للكواكب وكمان السارز المجوم يبقى ده ايه بلانيتاريوم كوبة سماوية نمبر تو يجب ان احنا نحسن النظام الايه وطبعا نحصل على يعني كطارات يبقى عندنا يعني كطارات سريعة يبقى نحسن نظام السيك الحديد ريالوي سيستم نمبر فري مضاد كلمة بابلك بابلك يعني عام يبقى عكسها هيبقى طبعا كلمة برايفت خاص تمام نمبر فور نحصل على الاسم من كلمة سيل لما اضف لها ايه بقى سيلور بحار نمبر فايف طبعا المرشد اللي معانا في الرحلة يبقى جايد نمبر سيكس يعني آلة مبرمجة بتعمل الصعب على الإنسان نوه يعمله طبعا ده يعتبر روبوت إنسان آلي نمبر ون هودا هودا قدت أداء كويس جدا في الاختبار لأنها قبل كده رجعت كويس يبقى الحدث الأول إنها رجعت كويس عشان كده قدت أداء كويس يبقى ماضي تام يبقى هنا هاد يبقى كده ريفايزد تمام نمبر 2 يبقى هي ايه لحد دلوقتي يبقى بدأت ولسه مستمرة يبقى هنا مضارع تام مستمر يبقى هنا هاز عشان شي بتاخد هاز بقى كده بين بعد كده أجيب فعلي في ايه آي إني جي لو كلمة وور كينج تمام بعد كده نمبر 3 يبقى هنا نفس الكلام برضو فنش لوحدها مش هاتين فعلين هاد بيجورها تصرف ثالث يبقى finishing او finished بس يبقى هنا finished لان الماضي التام هو الحدث الاول من الحدثين تموا في الماضي احنا انتهينا من تناول العشان نمبر 4 وصلنا ساعة ثمانية وخمسة لكن الكطار كان غادر بفعلي ملاحقناهوش يبقى ده حدث اول طيب هو جايب لك هنا already فانت هجيب الاول هاد وبعد كده هتكتب كلمة already وبعد كده نكتب كلمة leave التصريف الثالث left برابا عليكم يبقى هاد already left غادر بالفعل نمبر 5 that explained why he had buy a new house بابا يعني فصل وشرح هو ليه الشارع المنزل الجديد طبعا هاد هيجي بعدها تصريف ثالث وقولنا حفظ التصريفات مهمة جدا both اخر سؤال write one hundred and ten words on the international space station المحطة الفضائية الدولية وكلمنا عليها في نص خبنا افكار وكتب اسلوبك وكتب واتبع التعليمات اللي قلت لك عليها قبل كده فضلنا كده في الوحدة التست وزي ما قلنا في اول الترم الترم داية وعشان الفيديو ما بقاش تقول عليكم جدا هبعتلكم الاسكرينات بتاع التست محلولة على جروب الواتس اهب او قناة الواتس اهب العامة او على المنتدى بتاع القناة والروابط موجودة في الوصف اسفل الفيديو ذاكر الاول وحل لوحدك وبعد كده شوف الاسكرينات وشوف حلق صحة ولا غلط ما كده وصلنا الاخر حلاقنا النهاردة لو عجبك الفيديو ما تنسى الشام باللايك الفيديو تشارك في القناة تفعل الجرس عشان توصلك الفيديوهات القادمة ان شاء الله كان معكم نصر رحمد العبد من قناة دروس العالمية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته